وللحديث عن التظاهرات في العراق والتحشيد المستمر لها في ظل رفض استهداف الناشطين وعدم محاسبة قتلتهم معنا من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي ينضم إلينا عبر سكايب أهلا بك معنا أستاذ سامر مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى كاذر قناتكم المحترمين أهلا وسهلا مساء الأنوار سيد سامر بداية كيف ينظر العراقيون إلى هذه التظاهرات التي تتجدد في بغداد والنجف وبابل وذيقار والدعوات أيضا لتظاهرات كبرى غدا الأحد نعم حقيقة قضية المظاهرات هي فيها شقين الشق الأول هو الضغط والشق الثاني هو الرفض الشق الأول الضغط هو استدامة الحراك الشعبي في بغداد وكل مظاهرات العراق لاستدامة الحراك الشعبي ومن خلاله يتم الضغط على أولا الرأي العام سهلا على كل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بكل الحقوق المدنية لاسترجاعها والشق الثاني حقيقة من قضية الضغط هو الضغط على الحكومات الموجودة وكل الكتلة السياسية لأن تكون هي خارج هذه اللعبة السياسية وبناء عملية جديدة من الأساس تخلو من كل هذه الأحزاب وكل هؤلاء الأشخاص الذين سيسوا الأمال العام وكل القضايا للمطالحهم الحزبية بعيدا عن المطالح الوطنية الشق الثاني الرفض حقيقة المظاهرات هي تأتي برفض كل الولاءات على الكفاءات وبرفض كل هذه الأجندات الخارجية التي تعمل دون السقف الوطني للمطالبات في الحقوق المدنية التي خرج من أجلها المتظاهرين العراقيين الشباب عدم نجاح السلطات الحكومية في الإيفاء بوعودها التي أطلقتها إلى أي مدى انعكس على زخم هذه التظاهرات التي بدأت تاعي أن هذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها نعم حقيقة هذه القضية فقدان الثقة بين المواظنين عامة من الشعب العراقي وكل طبقاته وكل ألوانه والدولة من جهة والحكومة من جهة وكذلك أحزاب السلطة الحاكمة عدمت الثقة بكل هذه المنظومة السياسية وكل هؤلاء الأشخاص فحقيقة لا توجد مبادرات حقيقية وواقعية لنفذ إحدى جسور الثقة بين المواطنين وبين العملية السياسية النظام السياسي فلذلك مما أدى إلى عدم مصداقية بكل قرار وبكل شخص وبكل حزب وبكل قضية إدارية أو مهنية يمسهنها هؤلاء الأحزاب نعم نحن لا نبتعد عن الديمقراطية لكن نبتعد عن خيار الديمقراطية في وجود ضل هذه الأحزاب الحاكمة ضل هذه الأحزاب القاتلة وهذه الأحزاب المميتة لكل طبقات الشعب العراقي مثل ما حضرتك السعلم وكل الفضائيات الشعب العراقي خرج للسنديد ولي المطالبة بكل هذه الحقوق التي فقدت وكانت الوعود كلما كانت تحصل المظاهرات كانت تأتي وعود وهذه الوعود دائما ما تكون كاذبة ومزيفة وحلول ترقيعية كان من الأجدر على الحكومات الحالية والسابقة أن تأتي بحلول واقعية قبل أن يخرج الشعب العراقي بمظاهرات للمطالبة بهذه الحقوق لكن حقيقة المطالب لم تأتي واقعية من قبل هذه الحكومة ومن قبل حتى الحكومات السابقة مثل ما مظاهرات 2016 وقبل 2011 خروط على الماء على الكهرباء على سرد الواقع الصحي والتعليمي لكن كانت كل هذه الوعود ترقيعية وتاذبة وغير مجدية لمتطلبات الشعب العراقي إذا أردنا الذهاب أكثر من ذلك عدم محاسبة قتلة المتظاهرين حتى الآن وتجميد أيضا التحقيقات حول المتورطين بهذه الجرائم ألا يشي بشكل أو بآخر بطواطئ حكومي ضد المتظاهرين مع الميليشيات طبعا الميليشيات كما تعلم المتهم الأول بهذه الجرائم نعم حقيقة القضية الانتخابية تفرز قضايا عدة ومنها السلطة التشريعية وكذلك الادعاء العام الادعاء العام هذه الحلقة الوسط بين مكاتب التحقيق وبين السلطة القضائية هذه حقيقة ميتة وفاقدة الوعي منذ سنين منذ عام 2003 ولحد الآن فلذلك أعتقد أنا وسبق وأن قلت في كل فضائية أنه لم يتم ولا سوف يتم كشف الجنات وأنا وصفت الجنات كاتبر باعتبار أنه كاتبر لا يرى لا أحد يفهم هو كيف يتحرك كيف يدور كيف يقتل كيف يسرق كيف يسبق كيف يهجر كيف يعتقل كيف فاعتقد القضية مرتبطة بكاتبر وهذا كاتبر هو نوع من أنواع أوراق الحكومة الحالية وإلا حقيقة خلينا نتحدث بصراحة سيد الآن مصطفى الكاظمي كان ماسك الملف في المخابرات ولا يزال ماسك الملف في المخابرات وهو لديه ذراية كاملة واقعية وقانونية ومثبتة من قنص المتظاهرين ومن أعطى الأمر للجهات التي قنصت المتظاهرين ما هي كانت جهات حكومة يوم ارتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة عن ذات عادل عبد المهدي إذن القضية واقعية لدى الشعب العراقي لكن حقيقة ما تدار تحت الطاولة من قبل الحكومة حتى لا يتم كشف هذه المنظومة التي قنصت المتظاهرين وحتى لا تسقط حلقة من حلقات الثلاثل ويتم اتهامهم فيما بينهم أنا أعتقد هذه هي السياسة المتبعة الآن هي سياسة الاحتواء على شعب بأكمله يعني ومثل ما شهدنا عدة مسؤولين في الدولة ورؤساء أحزاب يقولون أن المتظاهرين مجموعة شردنة وكأن المتظاهرين خارجين عن القانون وكأنما الدستور العراقي لا يكفل حقوق المتظاهرين في مواده الدستورية فلذلك أعتقد أنه لو يتم قتل مليون نفر من الشعب العراقي ويقول في سلطتهم في جلتهم في حماياتهم في سياراتهم لوقعوا على قتل مليون شخص عراقي نعم سريعا سيد سامر يعني استمرار الاعتقالات بهذا الشكل ضد المتظاهرين وعدم إطلاق سراح من تم اعتقالهم من هؤلاء الناشطين إلى أين يقود حرية التعبير في العراق يعني حقيقة حرية التعبير في العراق لا توجد ولا توجد أي نصوص قانونية على حرية التعبير في العراق مثل ما الفصل الرابع في الأمم المتحدة وكذلك حتى مفوضية سامية لحقوق الإنسان ونشاهد أنه دائما ما يتم اعتقال واغتيال الناشطين الإعلاميين خاصة والناشطين السياسيين في العراق وذلك لدور الكلمة الكبيرة الذي يقولها هؤلاء الإعلاميين والناشطين فهذا يعتقد هي قتل للحريات وقتل لكل الصحفيين في العراق وخاصة بعد المظاهرات عام 2 نصر نعم نعم إذن الناشط السياسي سامر الساعدي كنت ضيفا عبر سكايب من أنقرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك